الفاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحسم الجدل بالنسبة لمشاركة سوفيان في غولي في كأس الأمم الأفريقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم الفاف تحسم الجدل حول مشاركة في غولي في كأس أفريقيا أكد صالح بيعبود رئيس خلية الإعلام التابعة للفاف أن لاعب المنتخب الجزائري سوفيان في غولي سيكون جاهزا للمشاركة في الكان وقال صالح بيعبود في تصريحات لقناة النهار سوفيان في غولي سيكون جاهزا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا وتابع حديثه قائلا في غولي تعرض لإصابة طفيفة وأكدت الفحوصات أنه لا يعاني من إصابة خطيرة وكان جمال بالماضي قد أكد أن هناك لاعب من المنتخب الجزائري يعاني من إصابة وقد يضيع المشاركة في الكان هناك كلام أن سوفيان في غولي لن يشارك في كأس أمم أفريقيا تناولته بعض الصحف وبعد أن قال جمال بالماضي أن هناك لاعب سيضيع كأس الأمم الأفريقية اتضح أن سوفيان في غولي كان يعاني من إصابة ولكن أكد صالح بيعبود رئيس خلية الإعلام التابعة للفاف أن سوفيان في غولي إصابته خفيفة وسيشارك بإذن الله في كأس الأمم الأفريقية في آخر الفيديو فضلا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة